السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير ان شاء الله صباح الفل والياسمين والريدة من رب العالمين احنا عاملين معجلات النهاردة تحفة تجنن هتعجبكم جدا ان شاء الله نقول بسم الله الرحمن الرحيم وناخد كباة لربع لبن دافي وربع كباة مية دافية ومعلاقة ونص زبدة وبداية تخيال ان شاعجينا فيها زبدة ولبن وبيض يعني كيكا هي على فكرة طعمها احلى من الرواني واحلى من الدنش ان شاء الله لو عملتها تعجبك جدا بيزني الليل وناخد رشة الفانيليا عشان البيضة ونص معلقة كبيرة خميرة ومعلقتين سكر كبار ونقلبهم كويس مع بعض وبعد كده عندي نص كيلو دقيل هتديله رشة الملح وهتديله معلقتين لبن بودر ونقلبهم مع بعضيهم وبعد كده هناخد المواد السائلة على المواد النشفة او المواد النشفة على السائلة وطبعا هننخلهم مع بعض النخيل بيدخل هشاشة في العجينة ويخليها هشة وخفيفة ونروح مقلبينهم السوائل اللي عندي هتكفل دقيق اللي معايا بالزبط مشان نحتاج دقيق تاني ولا سوائل تاني بس لو لقتيها هنشفة معاك وممكن تديها معلقة لبن او معلقة مية لان كل الدقيق ميزاي بعضه الدقيق بيختلف بس ان شاء الله مش هتحتاج هو ده يبقى مقدارها المزبوط الاختلاف هيبقى في الدقيق نفسي احنا بقى عجلناها عجلة كويسة كده ونمسكها نركنها نص ساعة تستريح وبعد كده نجيبها انقطحها هنقطحها كور زي ما انت حبها والمقاس اللي انت عايزي هنقطحها كور ونرسها في صانية انا مديها رش الدقيق بسيطة بس هم ممكن ما تحتاجش دقيق كمان لان هي ان شاء الله مش هتلزق بس احتياطي بنتجارة شدي ونقطحها كور بالحجم اللي انت عايزي بعد كده بقى بنغطيها ومنسبة تستريح كمان نص ساعة كمان ارتحت معانا هي عجلنا خفيفة وهشة جميلة جدا في الوقت ده انا كنت عملت لها شربات لان انا هسقيها بشربات هسقيها بشربات خفيف كباية مية ونص كباية سكر عشان يبقى الشربات خفيف بتبقى تحفة وممكن تستغني عن الشربات وتسقيها سكر بودر او ترش عليها سكر بودر بتبقى جميلة جدا وزي ما بقولك بتبقى احلى منه الدنش واسهل منه كمان دلوقتي نفرت العجينة وديت لها فتحتين زي ما انت شايفة كده وديت لها فتحة وكمان قدامه ومن الجمب كل جمب خدت فيه فتحتين وزي ما انت شايفة بعمل الفيون كازاي باخد جنبين من تحت والجنب اللي في النص بخليه من فوق زي ما انت شايفة كده بيديني الشكل اللي انت شايفه شكل جميل جدا هيعجب ولادك ويفرحوا بيه جدا خاصة لو هيروحوا مدرسة ممكن يغضوها معاهم في البوكس بتاع المدرسة هيعجبهم جدا عجينة خفيفة وهشة جدا وهتعجبك وممكن تعملي منها اي معجنات زي ما انت شايفة فتحتين من فوق وفتحة تاني قصدهم وفي الجناب كل جنب ليه فتحتين عشان نعمل الوردة بتاعتنا او الفيون كبتاعتنا سهلة جدا وبسيطة جدا ما بتاخدش خطوات كتيرة زي الدنش الدنش بياخد خطوات كتيرة وهي ان شاء الله تبقى احلى من الدنش كمان واسهل ان شاء الله في فيديو تاني هنعمل الدنش مع بعدينا ان شاء الله بكل خطوات احنا بقى بنعمل واحدة تانية هو عشان اللي ما خدش باله من اول واحدة ياخد باله من التاني زي ما شفت عملنا فتحتين فوق وفتحة قصدهم وفتحتين من كل جنب زي ما انت شايفة معنا كده هي سهلة جدا واي حد يعرف يعملها ان شاء الله حتى لو بنت صغيرة هتعرف تعملها بعد كده جبت صفار بضاية مع معلقة لبن مع رشة قهوة سريعة الزوبان مع رشة فانيليا ودهنت المعجنات بتاعتي بعد ما خمرت تاني في الصانية وحطيت عليهم سمسي ومحبة البرقة وزي ما انت شايفة طلعة هشة وجميلة وطعمها تحفة ورحتها تجنن وهتعجبك جدا ان شاء الله جميلة وانا ساقيتها بالشرباط بعد ما خرجت من الفرن مش عايزة شرباط ممكن تحطي سكر بودر بس يا بطولت ملهانة والشفة صباحكم فول لا تنسوا اللايك يا امروت